موسيقى كشخص لازم تكون جاهز انك تاخد الموضوع كمهنة جاهز انك انت تكون عايش في بيت مع شباب كلوك وعندوكو نفس الهدف الموضوع مش سهل زي ما الناس فاكرة الموضوع صعب جدا انك انت تبقى قاعد في بيت عشان اي واحد فيكو تصرفاتو او فكره بيبقى سلب بيبقى اي شكل من الاشكال بيأثر على فريق كله فلازم كل حد يكون مكتنع بنفس الحاجة مهتم بنفس الحاجة لازم كل حد يكون عايز يصحى عشان يلعب وعايز يصحى عشان يبقى احسن كل يوم بيومه صباح الفل يا جو صباح الخير هنبدأ يومنا بقى كده ننزل نصح الشباب عشان زي ما انتو عالفين اي جيمر نومو تقيل ولازم يلعبوا سكرمات ويبدأوا يلعبوا سلو كيو ويا رب يعني يكونوا زي الشاب ده كده مفوق الصبح انت مفوق عايز تنزل؟ يلا يلا بينا صباح الفل يا شباب نختار اللعيبة على اساس لعبهم بدايب في الأول بعد كده بعض ننقي الناس اللي بتاعف تلعب حلو يا بيكونوا في فرق بتنفسنا يا بيكونوا لسه مش معروفين وبعد كده الجهاز الفني عندنا اللي هو بالكوتشينج ستاف في نيجوف لاجنز مثلا بالمدرب اللي هو خوليو والمساعد بتاعه اللي هو بوش بيختاروا اللعيبة بعد كده مش بس بلعبهم بس بشخصيتهم عشان هم شافوا اللعيبة بلكده وعارفين تصرفاتهم بتبعامل ازاي على حسب حاجات في شخصيتهم معينة موسيقى اسمي خالد السايد معروف بخوليو أبوطر فريق جلوب لاجنز لفريق نومس يعني من أول ما بدأت اللعب مو من أول ما بدأت اللعب كنت لسه صغير يعني لما كبرت آخر كم سنة خصوصا بعد لما كنت في الجامعة وآخر سنة لما تخرج من الجامعة كانوا بيقولوا أنه وظيفة ودور شغل وما حتى لو أخدت فلوس شوية ما رح تقدر تكمل مو أكيد إن شاء الله يعني في المستقبل يبقى لنا مكان في الشامبينشيب العالمي نفس السافة جناكا نحن الآن يدخلين على نرحلة البطار كما تشاكين الشاباب بادوي يلعبوا سولو كيوب ويجهازوا للجروب براكتس لما ينعوهم مع بعض فأنتعوهم خشوا نشوكوا الشاب أنا الشيك بادوي بشتغل مع إنجوز بأن كان سنة مع بعض اشتغلت معهم في أكثر من مكان وعظم الشباب أصدقاء شخصيين لي تعودنا على بعض بقالنا فترة زمان كتير جداً مع بعض ومبسوط جداً معهم والحمد لله وما كان لنا وصفين من جداً وعارف الأكلات المفضلة للمعظمهم إيه ويعملوا إيه بالظبط كل حاجاتهم مضافة دائماً لا تتسلم دائماً لا تتسلم دائماً نحاول تسوي اللي أنت عاوزه أي حاجة في حياتك أي حاجة أنت تشوفها ممكن تكون مفيدة في حياتك خاصة رسال مثلاً أنت لو عادوا تكون كويس في الجييمينج دائماً نركز عليها وأديها كل طاقتك لأنك لو أديتها كل طاقتك هتوصل بإذن الله اللي عاوزه في أي حاجة هتوصل على حاجة إن شاء الله بحسن أن أقدر أطلع حاجات ما دائش أطلع في العالم حقيقي حاجة أقدر تكملني ومش أي حد يقدر أعمالها أحدد هدفك ومتأكد كويس إحسابها صح وإحسابها كويس لأن عندنا بالزات الموضوع صعب شويتين لأن أنت يعني بيبقى عليك ضغطات من كل حتة فلازم تبقى وإنت بتاخد القرار متأكد ما في المئة إن ده الحاجة اللي أنت عايز تعملها حاجة اللي أنت هتكمل فيها بيعودوا مع بعض بيتكلموا على التمرين بتاعهم أو السكرين بتاعهم هيبقى شكل عامل إزاي وهيلعبوا مين وبيعودوا مع المدرب بتاعهم بينقوا أو الهيروز اللي هم عايزين يلعبوا بيهم في السكرين نفسه والستراتيجية شكل عامل إزاي وبعد لما ينقوا كل الكلام ده ويتفقوا عليه بيخشوا فعلا التمرين وبيبقى تمرين جماعي وبيعودوا فترة زمنية من ساعة لثلاث ساعات في التمرين ده وبعد التمرين ده بيتفرجوا عليه مع المدرب وبيتكلموا عن اللي حصل وإيه الحاجات الكويسة الحاجات الوحشة الحاجات اللي هم عايزين يجربوها في الموتش الجاي ويشغل صوت اللعبة واركز على الجمال اللي أنا برعبه أخذ ليري اسمي خالد النشوياتي اي كي اي فيفر عن 20 سنة ومن دم يط يعني أعتبر من أحسن إحساس بحسوني أن أنا يعني بعشارة جيمينج وبالنسبة لي دي أكتر حاجة بحب أعملها فبالنسبة لي أما ذالب السماعة أو هتخد الجيم دي أكتر متعا عندي كل اللعبة في نوبز مستوىها كويس وعندهم بتنشان هم يوصلوا لقبل عالي بس طبعا الموضوع بالنسبة لهم يحتاج جهد زيادة عن الناس اللي بره بما أنهم سبقنا فمحتاجين جهد زيادة ووقت زيادة وصبر عشان يوصل اللي بلدان